محمد الرحيم محمد الرحيم محمد الرحيم إذن هذه الكلمات المسطرة تشترك في كونها تعبر عن الأدات أو عن الآلة التي يستعملها الإنسان في أعماله المختلفة المحراث إذن يحرث به المنجل طبعا تقص به السنابل والمحاصد إذن هي مفردها إذن محصدة كما قلنا وإذن هي آلة الحصاد ثم النورج إذن كان يدرس به ثم عوض بالدراسة والدراسة إذن هي هذه الآلة الحديثة والمطاحن مفردها متحنة وهي يعني المكان الذي يطحن فيه أو تطحن فيه هذه السنابل يتصبحها دقيقا هذا بالنسبة للكلمات المسطرة في النصوى إذن سنعود إليها لاحقا لدينا بعض كلمات هنا كذلك مسطرة في هذه الجمل النول آلة تنسج بها الثياب الموسى آلة الموسى إذن آلة يقطع بها يقطع بها الآلة إذن هي آلة الموسى إذن السكين يعني آلة يقطع بها فالنول والموسى إذن إسماني دل على الآلة مواضعة لماذا قلنا مواضعة يعني ما معنى مواضعة يعني ما تواضع الناس وما اتفق الناس على تسميته نول أو على تسميته موسى ودرجوا على ذلك يعني منذ قديم الزمان إذن فقلنا النول والموسى إسماني دل على الآلة مواصفة ويمكن أن نذكر الفأس والقادو الفأس خاصة والسكين وآلات كثيرة إذن تواضع الناس إذن منذ القديم على تسميته آلات معينة بها المنسج آلة تنسج بها الثياب إذن لدينا النول ولدينا المنسج الآن المنسج إذن آلة تنسج بها الثياب نلاحظ منسج وتنسج إذن هنا هذا فعل وهذه إذن اسم مشتق على وزن مفعل وهما مشتقان من جذر واحد إذن فمنسج إذن مشتق وبالتالي إذن فالمنسج هو من المشتقان المنشار آلة يقطع بها الخشب ومنشار على وزن مفعل من الفعل ناشارة يعني الجذر النون والشين وره فإذن منشار عزي مفعل هو يعني مشتق من الفعل ناشارة فالمنسج والمنشار إذن اسماء اسماء دلت على الآلة اشتقاقا إذن فالفرق بين النول والموسى وانشط المنسج والمنشار إذن فكل هذه الأسماء إذن النول والموسى والمنسج والمنشار كل هذه الأسماء تدل على الآلة ولكن هناك أسماء تدل على الآلة مواضعة يعني بإجماعي الناس وهناك أسماء تدل على الآلة يعني اشتقاقا يعني أنها أسماء مشتقة كما قلنا إذن من أفعال معينة أو من جذور معينة نواصل إذن مع الجمل دائما ولدينا إذن الجمل الموالي يحصد الزرع بالمنجلي قبل اختراع المحصد منجل إذن مفعل ومحصد مفعل وكلاهما يعني مشتق من جذر يعني معين منجل على وزن مفعل ومحصد على وزن مفعل ننتقل الآن إلى هذا الجدول جدول يتكون من خمسة أودية الأسماء المسطرة يعني التي أخذناها من الجمل السابقة ووزن هذه الأسماء والجذور إذن التي اشتقت منها ونوعها إذن نوع هذه الأسماء هل هي يعني أسماء جامدة أو مشتقة والمعنى الذي أفدته لدينا النول فعل ليس مشتقة من جذر فهي إذن اسم جامد ودل على الآلة موضعة الموسى نفس الشيء فعلا إذن ليس له جذر هو إذن اسم جامد مشتق يعني عفوا يدل على الآلة موضعة المنسج مفعل إذن مأخوذ من جذر النون والسين وأجيم وهو مشتقة وإذن دل على الآلة المنشار مفعل وجذره النون ونشيتم الشين والرام وهو مشتقة وهو اسم آلة منجل على وزن مفعل إذن نون وأجيم إذن نون وأجيم واللام مشتق إذن وهو اسم آلة محصدة مفعل حاو الصاد والدل مشتق ويدل على اسم الآلة اسم الآلة إذن ما هو؟ اسم الآلة إذن يدل على الآلة التي يتحقق بها العمل وهو نوعان جامد كما رأينا مع النول والموسى والفأس وغير ذلك ومشتق وهو ما يسر من جذر معينة أو زن اسم الآلة ثلاثة خاصة هي مفعل ومفعلة ومفعل إذن منشار ومنفضة أو محصدة إذن ومنجل أو منسج أو ما إلى ذلك نوصل إذن مع الدرس إذن ومحطات هذا الدرس إذن لدينا إذن جمل هنا تعطل محرك السيارة أثناء رحلتي إذن محرك على وزن مفعل وهو اسم فاعل من الفعل حركة دل على الآلة إذن محرك دل على الآلة يشترى أبي ثلاجة وغسالة إذن وكلهم على وزن فعالة وإذن فعالة هذه يعني وزن صيغة مبالغة وهنا يعني وزن صيغة مبالغة هنا دل على الآلة أهداني أبي هاتفا عند نجاحي هاتف على وزن فاعل وهو اسم فاعل إذن دل على الآلة مثل كذلك نستطيع أن نقول كاسحة ماسحة إلى غير ذلك خد تنقل أوزان اسم الفاعل وصير المبالغة للدلالة على اسم الآلة مثلا مفتاح أو مصباح أو ما إلى ذلك فهذه كذلك تدل على أسماء الآلة هي في الأصل هي يعني سيغ مبالغة لكن تصبح يعني دل على أسماء الآلة نمر الآلة مباشرة للتطبيقات استخرج من ما يلي اسم الآلة وعين وزنه أمسك يوسف بسبيكة الزنكي وألقمه فكي الملزمة الملزمة على وزن مفعلا وشدها ثم تناول مبردا على وزن مفعلا طويلا وأركزه على السبيكتي أما يزال ضوءهم من مصباح البترول إذن مصباح على وزن مفعلا حصلت على مال أردت الزوجة فستانا وأردت البنت معزفا وأردته سيارة إذن معزفا مفعلا وسيارة إذن على الوزن فعالة الوزن فعالة وهذه إذن فعالة بطبيعة الحال صيرة مبالغة يعني على وزن فعال أو فعالة إذن صيرة مبالغة تحولت إلى اسم آلة إلى اسم آلة نمر إلى التطبيق الموالي التطبيق الموالي أذكر وزن كل اسم آلة والفعل الذي يتصل به من شار الوزن مفعال فعال نشار مستر على الوزن مفعال الفعال سطر مذخة مبرد على الوزن مفعال برد من جل على الوزن مفعال نجل مفتاح على الوزن مفعال فتح مرآة مفعالة ومن الفعل رأى مصفا inmates مفعالة على الوزن صفا سغ أسماء الآلة المتصلة بالأفعال التالية ثقبة مثقاب صعدة مصعد كالة مكيال رشة مرش برام برات كوامكوات نظر منظار نظر إذن منظار كبح مكبح مكبح سيارة يعني ما يمسك يعني عندما يكون إنسان في سرعة معينة يستعمل المكبح ليعدل من السرعة وإذن لينقص من السرعة رقب مرقاب سارة إذن سيارة على وزن فعالة حصد حاصد ومسح ماسح ماسح اللوئية سكانر الآن إلى التطبيق الرابع والأخير وهذا التطبيق هو عبارة عن تطبيق تدويجي لأنه يجتمل على كافة هذه الأسماء المشتقة التي درسناها سابقا هنا إذن مطلوب مننا أن نعرف هذا النص إذن مطلوب مننا أن نقرأ هذا النص نص الموالي يعني عرف المشتقة مسطرة عريفا صرفيا بذكر أنواعها يعني نقول مصدر أصلي مصدر ميمي اسم مرة إلى آخره وأوزانها وجذورها والأفعال التي اتصلت بها ننطلق من هذا النص أقرى النص إذن ما أعرف مشهدا أبهجا للعين وأدعى إلى التأمل من مشهدي بيادرة كثيرة مبعثرة هنا وهناك على سفوح الجبال ومناكب الأودية تلعب فيها المذرات دورها في آن واحد فلا ترى سوى دفعات من التبن والقمح تتسابق سعودا في الهواء وهبوطا إلى الأرض فيطير التبن ثم يسقط متماهلا إلى ناحية من البيدر أما القمح فيعود سريعا إلى الكومة ميخين عيمة البايادر إذن لدينا هذا الجدول هذا الجدول إذن يجتمل على خمسة أودية الواد الأول إذن للمشتقات ثم أوزان المشتقات وأنواع هذه المشتقات جذورها ثم الأفعال متصلة بها مشهد على الوزن مفعل وهو مصدر ميمي من الجذر الشا والها والدل والفعل شهيدة تأمل على الوزن تفاعل وهو مصدر أصلي من الهامزة والميم واللام من الفعل تأمل مذرات مفعالة اسم آلة إذن من ذا ورا وليا والفعل ذرا دفاعات ومفردها دفع الوزن فعل وهو اسم مرة من دا والفا والعاء فعل دفع صعود فعول مصدر أصلي الصاو والعين والجال صاعدة هبوط فعول مصدر أصلي من الها والباء والطا هبط متماهلا متفاعلا اسم فاعل إذن من الجذر ما والها واللام إذن والفعل هو تماهلا إذن الفعل هو ماهلا ماهلا إذن الفعل يعني الذي يتصل به ماهلا ولكن عندما نجد تماهلا فهو الفعل إذن تماهلا في طبعا عندما نتحدث عن المزيد فنقول إذن تماهلا لكن الأصل هو ماهلا كما هو الحال بالنسبة لي تأملا إذن أصلها آملا ولكن إذن في المزيد هو تأملا هذا بالنسبة لدرس اليوم المتعلق بإنشتهم اسم الآلا نتمنى إذن لكم التوفيق ونلتقي في حصة لاحقة إن شاء الله شكرا